بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الوصول للشريف أبي عبد الله التلمسان رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وبعد أن انتهى رحمه الله من الكلام على شروط مفهوم المخالفة شرع يتكلم على أنواع مفهوم المخالفة فقال رحمه الله وإذا تقررت هذه الشروط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس السبعون من مجالس شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع إلى الأصول اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة وإن كان قد عدها بعضهم عشرة وهي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة المسألة الأولى مفهوم الصفة ومثاله احتجاج أصحابنا على ثمر النخل غير المأبورة للمبتاع بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها فيكون وليها أحق منها وإذا كان كذلك فله إجبارها نعم بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام على شروط مفهوم المخالفة شرع يتكلم على أنواع مفهوم المخالفة والكلام على الأنواع مبني على الكلام على الشروط فإذا ثبت كون مفهوم المخالفة حجة بالشروط المقررة فأنواعه كيت وكيت فالكلام على الأنواع مفرع على الكلام على الشروط ولهذا قال وإذا تقررت هذه الشروط يعني إذا ثبتت فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة وإن كان قد عدها بعضهم عشرة وقولهم بعضهم هذا فيه إبهام وممن عدها عشرة أبو عمر بن الحاجب وأبو العباس القرافي وهما من كبار المتأخرين من علماء المالكية ويظهر أثر ابن الحاجب والقرافي في هذا الكتاب كثيرا والمصنف رحمه الله اقتصر على السبعة التي ذكرها لأن بقية المفاهيم ترجع إليها ولهذا قال فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة فإذا دققنا النظر نجد أن هذه المفاهيم ترجع إلى المفاهيم السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله بل إن بعض العلماء ذكر أن المفاهيم جميعها ترجع إلى مفهوم الصفة لأن مفهوم الصفة فيه تقييد للموصوف وكذلك بقية المفاهيم والمصنف رحمه الله ذكر المفاهيم السبعة إجمالا ثم ذكرها على وجه التفصيل كما هي طريقته من بداية الكتاب إلى نهايته فإنه يذكر التقاسيم الكلية ثم بعد ذلك يفصلها وهذه طريقة نافعة في التعليم وقد أشاد بها العلماء كابي عبد الله الزركشي في المنثور لأنها تعطي طالب العلم الصورة الكلية ثم بعد ذلك إذا تصور الكلام تصوراً كلياً ينتقل إلى التفصيل وهي من أفضل طرق التعليم وقد اعتمدها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب فقال وهي يعني إجمالاً مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب فهذه سبعة مفاهيم فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة وبدأ الآن يتكلم على تفصيل هذه المفاهيم في مسائل فقال المسألة الأولى مفهوم الصفة ولعل المصنف رحمه الله بدأ بمفهوم الصفة لأنه يعتبر أعمى هذه المفاهيم فلهذا بدأ به مع أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة لأن الشرط فيه لزوم يلزم من الشرط عدم المشروط لكنه بدأ بمفهوم الصفة لأنه أعم هذه المفاهيم وقوله مفهوم الصفة تقدم معنى تعريف المفهوم وأنه ماذا ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق وقوله الصفة الصفة عند الأصوليين هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد ما أشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد وهي أعم من الصفة عند النحاه لأن الصفة عند النحاه تختص بالنعت أما عند الأصوليين فهي تشمل النعت والحال والبدل فإذا قال الأصوليون مفهوم الصفة فإنه يدخل في ذلك مفهوم النعت ومفهوم الحال ومفهوم البدل فمثال الأول قوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فقوله المؤمنات هنا صفة قوله المؤمنات هنا نعت لأنه نعت الفتيات التي هن الإيماء بماذا؟ نعتهن بالإيمان فمفهوم المخالفة في ذلك أنه لا يجوز نكاح الإيماء التي لسنا مسلمات ومفهوم البدل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقوله الناس هنا لفظ عام وقوله من استطاع إليه سبيلا بدل ومفهوم هذا البدل أن من لم يستطع إلى البيت سبيلا فإنه لا يجب عليه الحج ومفهوم الحال قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقوله متعمدا هنا حال ومفهوم هذه الحال أن من لم يكن متعمدا فهل وقتل مؤمنا فهل يترتب عليه هذا الجزاء العظيم لا يترتب عليه هذا الجزاء العظيم فإذا الصفة عند الوصوليين أعم منها عند النحاه لأن الصفة عند النحاه تختص ب أن نعتي فقط ومن أمثلة مفهوم الصفة ما تقدم معنا في مجلس سابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة فقوله الغنم هنا لفظ عام يشمل الغنم السائمة ويشمل الغنم المعلوفة فلما قال السائمة أخرج بهذا القيد ماذا؟ المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة لأنه يترتب على علفها كلفة والشارع قد جاء بالتخفيف على المكلفين وهل هناك فرق بين أن يقال في الغنم السائمة الزكاة وأن يقال في سائمة الغنم الزكاة هل معناهما واحد أو أن بينهما فرقاً قال بعض العلماء بينهما فرق لأن قوله في الغنم السائمة الزكاة هذا عام يشمل جميع الغنم وأخرج بالقيد وهو قوله السائمة نوعاً من الغنم وهو الغنم المعلوفة ولم يتعرض لم يتعرض للسائمة من غير الغنم كالبقر والإبل أما قوله في سائمة الغنم الزكاة فهذا يقف منه أن سائمة غير الغنم كالإبل والبقر لا تجب عليها الزكاة فيخرج بهذا اللغض المعلوفة من الغنم ويخرج البقر سواء أكانت سائمة أم معلوفة والإبل سواء أكانت سائمة أو معلوفة هكذا قال بعض العلماء وقال بعض العلماء لا فرق بين اللفظين لأن قولنا في سائمة الغنم الزكاة هنا أضيفت الصفة إلى الموصوف فقوله في سائمة الغنم يعني في الغنم السائمة وبناء على هذا فإنه لا يكون بينهما فرق يقول المصنف رحمه الله المسألة الأولى مفهوم الصفة ومثاله احتجاج أصحابنا على ثمر النخل غير المأبورة يعني غير المؤبرة للمبتاع يعني احتجاج أصحابنا وهم المالكية وفاقا لجمهور ألا الفقهاء من الشافعية هو الحنابلة على ثمر النخل يعني على أن ثمر النخل السياق يدل على المعنى على ثمر النخل يعني على أن ثمر لأن نخل غير المأبورة يعني التي ليست مؤبرة للمبتاع يعني للمشتري واللام هنا متعلقة بفعل تقديره يكون يعني يكون للمبتاع وهو المشتري واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبّرت فثمرها للبائع إلا أن يشتريط المبتاع فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم فمنطوقه أن من باع نخلا المؤبرة فإن ثمرها يكون للبائع وذلك لأن نفسه قد تعلقت بالثمر بعد التأبير فإذا باع نخلا مؤبرا فإن الثمر يكون له إلا إذا اشترط المشتري أن يكون له الثمر فله شرطه ومفهوم هذا أن النخل إذا لم يؤبر فإن الثمر فإنه يكون لمن نعم فإنه يكون للمبتاع وهو المشتري وهذا المفهوم ما نوعه هذا المفهوم مفهوم صفة لأن قوله هنا قد أبرت هل هو نعت أو حال أو بدل نخل هنا نكرة أو معرفة أي فقوله قد أبرت صفة هنا نعت نعت قال المصنف رحمه الله ومفهوم هذه الصفة لاحظ قوله هذه الصفة ما المراد بقول هذه الصفة في الحديث قوله قد أبرت أن النخل إن لم تؤبر فثمر فثمرها للمشتري هذا الحكم هذا الحكم من أين أخذناه أخذناه من دلالة مفهوم الصفة وبناء على هذا لو تنازع البائع والمشتري في من يكون له الثمر المؤبر فماذا فتنازع البائع والمشتري فبما يحكم الحاكم يحكم أنها إذا أبرت تكون ل البائع وإذا لم تؤبر فإنها فإنها تكون للمشتري من أين أخذ هذا على أي أصل اعتمد اعتمد نعم على أن الصفة لها مفهوم أنها لها مفهوم معتبر مؤثر في الحكم ثم ذكر فرعا آخر فقال قلنا هذا هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الحنفية لم يأخذ بهذا لماذا لأنه تقدم معنا أن أنهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة وهذا هو المذهب المعتمد عنده وهو الذي ذهب له أكثرهم وذكر المصنف رحمه الله فرعا آخر فقال وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ المراد بالبكر هنا البكر البالغة كالبكر الصغيرة فالبكر الصغيرة باتفاق العلماء أنها تجبر أنها تجبر على النكاح لكن الخلاف الكبير بين العلماء في من في البكر البالغة هل يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح أو لا قولان للعلماء فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الولي له أن يجبرها كما قال المصنف رحمه الله وكذلك احتجاج أصحابنا يعني وفاقا لمن وفاقا للشافعية والحنابلة على أن البكر المراد بالبكر هنا البكر البالغة لأن البكر الصغيرة البكر الصغيرة هذه مجمع على أنها يصح إجبارها على النكاح تجبر على النكاح بعد البلوغ وقد صرح بهذا في قوله بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق هذا الحديث أن الثيب لا يجبرها وليها على النكاح لأنها أحق بنفسها منه ومفهوم هذا الحديث أن التي ليست ثيبا وهي البكر ليست أحق بنفسها وإذا لم تكن أحق بنفسها فيكون الأحق بها من يكون الأحق بها وليها وإذا كان أحق بها من نفسها فإن له أن يجبرها على النكاح ولهذا قال فإن مفهوم يعني مفهوم الثيب أن غير الثيب وهي البكر لا تكون أحق بنفسها فيكون وليها أحق منها وإذا كان كذلك فله إجبارها وهذا وهذا كما عرفنا هو مذهب جمهور العلماء والحنفية يخالفون في هذا لأنهم لا يعتبرون المفهوم المخالفة أصلا وقبل أن ننتقل للمفهوم الآخر وهو المفهوم الشرط أشير إلى أن مفهوم الصفة قد يكون مذكورا مع الموصوف وقد يكون مذكورا من دون ذكر الموصوف وأضرب لذلك مثالا للتوضيح فالأول في الغنم السائمة الزكاة قوله السائمة هنا صفة ذكرت مع الموصوف وهو الغنم ومثال الثاني في السائمة الزكاة فهنا ذكرت الصفة ولم يذكر الموصوف وقد ذكر بعض العلماء أن مفهوم الصفة إذا ذكر مع الموصوف يكون أقوى من مفهوم الصفة الذي لم يذكر مع الموصوف وممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمفهوم الصفة الذي يذكر مع الموصوف أقوى من مفهوم الصفة الذي لم يذكر مع الموصوف فإن قلت لماذا هو أقوى فالجواب على ذلك أن إذا ذكر الموصوف فإنه يقتضي شموله لجهة المنطوق والمفهوم فدلالته على المنطوق والمفهوم دلالة ظاهرة كالغنم في قوله في الغنم السائمة الزكاة فإن ظاهر ذلك أن لفظ الغنم يشمل جميع الغنم سواء أكانت سائمة أم كانت زكاة فلما ذكر القيد وهو السائمة دل ذلك على أنه قاصد لإخراج ما ليست سائمة وهي المعلوفة فالدلالة هنا أقوى هذا ما يتعلق بمفهوم الصفة وقوله الثيب وحق بنفسها هنا ذكر الموصوف مع الصفة أو لم يذكر لم يذكر الموصوف مع الصفة ودلالته معتبرة عند جمهور العلماء سواء أذكر الموصوف مع الصفة أم لم يذكر لكن الكلام في أيهم أقوى قالوا الأقوى المفهوم الصفة الذي يذكر مع الموصوف ولم انتهى من الكلام على مفهوم الصفة انتقل للكلام على مفهوم الشرط فقال نعم قال رحمه الله المسألة الثانية مفهوم الشرط ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا يحل له نكاح الأمة بقوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات المسألة الثالثة مفهوم الغاية نعم قال رحمه الله المسألة الثانية مفهوم الشرط ومفهوم الشرط الأقوى من مفهوم الصفة كما تقدم معنى لأن الشرط فيه إلزام ولهذا يقولون في تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالشرط الأقوى من الصفة والمفهوم تقدم معنى تعريفه والشرط في اللغة العرب معناه إلزام شيء أو التزامه ويجمع على شروط وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة ويجمع على أشراط ومنه قوله تعالى قد جاء أشراطها يعني علاماتها والشرط قد يكون شرطا لغويا كقولك إن جاء زيد أكرمته وقد يكون شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة والطواف وقد يكون شرطا عاديا كنصب السلم مثلا للوصول إلى مكان مرتفع والشرط معناه عند العلماء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني لذات الشرط فهو مؤثر في جهة الوجود أو مؤثر في جهة العدم مؤثر في جهة العدم أما في جهة الوجود فليس له تأثير فالطهارة شرط للصلاة فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة ولهذا من صلى من غير طهارة لا تصح صلاته لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة وقولهم لذاته هنا يعني لذات الشرط للاحتراز عما إذا وجد المشروط مع عدم وجود الشرط كمن عجز عن الطهارة فإنه يصلي إذا خاف خروج الوقت فهنا وجد المشروط وهو الصلاة ولم يوجد الشرط إذا عدم الماء وعدم الصعيد فوجد المشروط فوجد المشروط ولم يوجد الشرط فالشرط يلزم من عدمه العدم لذاته لا لأمر خارجي وصحة الصلاة في المثال السابق عندما صحة الصلاة لمن عدم الطهورين هل هي لوجود هل هي لصحة الصلاة هنا لوجود الشرط المعتبر أو لأمر خارجي لأمر خارجي وهو العجز عن الشرط المعتبر فهذا معنى معنى قولهم لذاته والشرط يقابله ماذا لا ليس السبب يقابله المانع لأن المانع مؤثر في حال الوجود أما في حال العدم فلا يؤثر وأما السبب فهو يؤثر في حال الوجود ويؤثر أيضا في حال العدم ولهذا ألا أي هذه الثلاثة أقوى السبب لأنه يؤثر في الحالين يؤثر في حال الوجود ويؤثر في حال العدم وإذا تقرر هذا فنحن عرفنا أن الشروط ثلاثة أنواع شروط اللغوية وشرعية وعادية وأيضا هناك شرط الرابع وهو الشرط العقلي شرط عقلي كالحياة للعلم فإنه لا يمكن أن يكون هناك عالم إلا إذا كان حيا أما الميت فلا يعلم وهذا شرط عرفناه من جهة اللغة أو من جهة الشرع أو من جهة العادة أو من جهة العقل هذا عرفناه من جهة العقل وإذا تقرر هذا فهنا أمر مهم وهو أن الشروط اللغوية ها أسباب أحسنت ما اسمك؟ يا موسى أحسنت بارك الله أن الشروط اللغوية أسباب لماذا هي أسباب؟ لأنها مؤثرة في حال الوجود ومؤثرة أيضا في حال العدم فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه فإنه يستحق الإكرام إذا جاء وعدم الإكرام إذا لم يجئ فالشروط اللغوية في الحقيقة أسباب لأنه ينطبق عليها معنى السبب قال رحمه الله المسألة الثانية مفهوم الشرط ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول أي أن واجد المهر لا يحل له نكاح الأمة بقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وهذا الفرع يتعلق بمسألة وهي هل يجوز للحر أن ينكح الأمة هذه مسألة مشهورة عند العلماء والجواب أنه يجوز ذلك بشروط من هذه الشروط أن يكون المسلم الحر الذي يريد أن ينكح أمة ليس واجدا للطول يعني ليس واجدا للمهر أما إذا كان واجدا لطول حرة فإنه لا يجوز له أن ينكح الأمة وهذا هو مذهب أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة فقوله احتجاج أصحابنا يعني وفاقا لمن وفاقا للشافعية والحنابلة والحنفية يخالفون في هذا لأنهم أصلا لا يعتبرون لمفهوم المخالفة لقال بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا فقوله من هنا ما هي ما نوعها شرطية من لم يستطع منكم طولا هذه الآية لها جهتان جهة منطوق وجهة مفهوم المنطوق أن من لم يستطع الطول فإنه يجوز له نكاح الأمة أن الحر الذي لا يستطيع أن الحر الذي لا يستطيع الطول يعني لا يجد مهر الحرة فإنه يجوز له نكاح الأمة وجهة المفهوم أن من كان مستطيعا للطول فإنه لا يجوز له أن ينكح الأمة وهذا المفهوم مفهوم ماذا مفهوم شرط وهذه الآية قد اجتمع فيها مفهوم الشرط ومفهوم الصفة في قوله أن ينكح المحصنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني المراد بالمحصنات هنا الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهذان وصفان يدلان على أن غير المحصنة لا يجوز نكاحها وأن غير المؤمنة لا يجوز نكاحها ولهذا يقول فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات المراد بالفتيات هنا الإيماء المراد بهن الإيماء والمحصنات في القرآن ورد لعدة معاني من معاني المحصنات الحرائر كما هنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر ويطلق أيضا لفظ المحصنات على العفيفات كما في قوله سبحانه وتعالى الذين يرمون المحصنات يعني يرمون العفيفات ويطلق أيضا لفظ المحصنات على المتزوجات ومن قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني حرم عليكم النساء المحصنات من النساء وهن المتزوجات وأيضا من أمثلة مفهوم الشرط قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فمفهوم هذا أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا يكونون إخوانا لنا وهذا يقتضي الكفر إلا أنه في الزكاة جاء الدليل الذي يدل على أن مانع الزكاة وهو ليس جاحدا لحكمها فإنه لا يكون كافرا ولولا ولولا هذا الدليل الخارجي لقيل بأنه يكفر والدليل على كفره هو مفهوم هذا الشرط فانظر إلى هذا المفهوم كيف دل على هذا الحكم الكبير وهو إخراج إنسان من الإسلام وهذا يدلك على أهمية معرفة هذه الدلالات وأنها دلالة قد يستسهرها الإنسان إلا أنها تدل على حكم عظيم في الإسلام وأيضا من الأمثلة على هذا قوله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني إن علمتم فيهم قدرة على التكسب فمفهوم هذا الشرط أننا إذا لم نعلم فيهم خيرا أو أن السيد إذا لم يعلم في من أراد الكتابة خيرا فإنه يكون مأمورا بمكاتبته أو لا يكون فإنه لا يكون مأمورا بذلك من أين أخذناه أخذناه من مفهوم الأشرط والأمثلة على هذا كثيرة ولما انتهى من الكلام على مفهوم الأشرط شرع في الكلام على مفهوم الغاية نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة مفهوم الغاية ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله تعالى حتى تغتسلوا فإن مفهومه إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة نعم لما فرغ من الكلام على مفهوم الشرط شرع في الكلام على مفهوم الغاية ومفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط وإذا وإذا كان أقوى من مفهوم الشرط فإنه يكون أقوى من مفهوم الصفة ويدل على هذا أن العلماء سموا حرف إلى وحتى وأن حروف الغاية حتى الذين ينكرون مفهوم المخالفة يسمونها حروف الغاية فأثبتوا الغاية واعتبروها والغاية معناها مد الحكم إلى غاية معينة مد الحكم إلى حد معين وهذا الحد أعرف الذي دار في ذهنك الدور أليس كذلك نعم مد الحكم إلى حد المد إلى حد مد الحكم إلى حد معين وهذا الحد قد يكون زمانا وقد يكون مكانا وقد يكون حالا وقد يكون غير ذلك والأمثلة على هذا كثيرا في القرآن والسنة ومفهوم الغاية يدل على أن ما بعد الغاية يختلف حكمه عما قبل الغاية كما في قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فهذا يدل على أن الليل لا يجب فيه إلا الصيام وأن وجوب الصيام مختص بالنهار من أين أخذنا هذا الحكم أخذناه من دلالة مفهوم الغاية وكما في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فدل ذلك على أن ما بعد المرافق لا يجب غسله وإن اختلف العلماء في المرافق هل يجب غسلها أو لا بناء على اختلافهم في مسألة وهي أن الغاية هل تدخل في المغي أو لا هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يجيز ومنهم من يمنع ومنهم من يفصل فيقول إن كانت الغاية من جنس المغي دخلت وإن كانت ليست من جنس المغي لم تدخل فإن كانت من جنس المغي كقوله إلى المرافق فإن المرافق من جنس المغي أما إن كانت من غير جنس المغي فكقوله تعالى ثم تم الصيام إلى الليل فلا تدخل الغاية في المغي المغي ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله سبحانه وتعالى حتى تغتسلوا فإن مفهومه إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الأصلة فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الأصلة وإضاح هذا لأن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية حتى في آية الوضوء حتى تغتسل فمفهوم هذا أن الإنسان يجوز له أن يقرب الصلاة إذا اغتسل أما إذا لم يغتسل فلا يجوز له أن يقرب الصلاة ويلزم من كونه يجوز له أن يقرب الصلاة أن الغسل يجزئ عن الوضوء لأنه لو كان لا يجزئ عن الوضوء فهل يجوز له أن يقرب الصلاة لا يجوز له أن يقرب الصلاة وحروف وحروف الغاية المشهورة وهي إلى وحتى واللام ولا يلزم أنه كلما جاءت الألام أن تكون حرف غاية بل قد تكون للغاية وقد لا تكون قد تكون للتعليل وقد تكون لغير ذلك من المعاني لكن من أمثلة اللام التي للغاية قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فاللام هنا للغاية وإلى وإلى كقوله سبحانه وتعالى سبحانه الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وحتى كما في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق هذا ما يتعلق بمفهوم الغاية وقد عرفنا أنه أقوى من مفهوم الشرط ومن مفهوم الصفة ما فائدة معرفة أن هذا أقوى هو التقديم عند تقدير التعارض نعم ولما انتهى من مفهوم الغاية الشرع في الكلام على مفهوم العدد كم بقى من الوقت خمس دقائق طيب لعلنا نقف ونتكلم على مفهوم العدد لأهميته في المجلس القادم بإذن الله تعالى وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر